عالموجي السوا بالأمور الصعبة بالأمور للأسف المحزنة وإن شاء الله نظهرها بالأيام الجاية كمان بالأمور الملياني فرح لأنه اشتقنا باللبنان نعيش الفرح نعيش الحب نعيش الحياة في شريحة من الناس خلقت بالحرب ويمكن رح يخلص عمره قبل ما تخلص هالحرب إن شاء الله نقدر نعيش بأمان اليوم بيع الموجي سوا رح نتابع ورح نضوي كمان مرة على مبادرة إنسانية جديدة اليوم اللفتي من وإلى نقابة الممثلين بلبنان اللي عم تقوم بحملات وبلفتات دعمة لبعض الممثلين وأيضا النازحين التفاصيل وأمور تانية رح نحكيها اليوم مع الممثل وعضو نقابة ممثلين المسرح والسينما والإزاعة والتلفزيون بلبنان كاميل متى اللي إله بالعادة يكون ضيفنا وكل ما بدنا نحكي شيء رسمي أو من مصدره من دق لكاميل ويكون معنا بستوديو اليوم الحديث كمين رح يكون بعيدا عن الفن بشيء آخر من هالعيشة هالحياة هالنوعية الحياة اللي نحن عم نعيشها اجتماعا فرض علينا إبادة جماعية عم بتصير وتهجير لأهل أهلنا بلبنان يعني فواحد بحس حاله هو كمان منصب يعني لو ما فقد شيء مادة أو فقد شيء شخصي كلها فقدين الشامع نوية فقدين طموحنا فقدين أملنا متمسكين بحبنا لهالوطن فياريت من بعد هاد الأزمة لأنه مشاكل لبنان هي كلها بيعنا حب لها البلد مختلفين كيف بدنا نحبه وراح فيه 200 ألف قتيل على الحرب الأهلية وفيه ناس بعدها متمسك بها البلد فعلى أمل أنا بتأمل من بعد هاد الأزمة هاي الوحدة الوطنية اللي شفناها وهاللحمة تضل مش نرجع كل واحد لزاويته ونرجع نفوت بالنكد ونقوص على بعض لأنه مثل ما قلت أجيال راح عمره وراح حلمه ونهدر وقته على الفاضي كل المطلوب هي الوحدة الوطنية الصح ونحب بعدنا صح ونوقف نكذب على بعض إذا مش قادرين نعيش مع بعض نكون صادقين وكل مجموعة تعيش لحالة وإذا بدنا هيدا اللبنان اللي هو عش 1452 بدنا إياه فعليا بدنا نكون صادقين مع بعض مجرد ما تغير هاد الشغلة كتير إشي بتتغير مئة بالمئة وإذا واحد يكذب على حاله راح يضل التاريخ يعيد نفسه ما بيجي وقت واحد وكل خلصة عشر شين سنة عم ترجع بس ليش بس مش الحق على الغريب الحق علينا طالما هو الغريب أولوية بكل شي بكل الدماء حتى بالفن حتى بالإعلام حتى بالصحافة حتى بس يجي إنسان غريب بتلاقي نجم لبناني ونجم أجنبي لعن مين بيرقده أول شي أجنبي طالما الأولوية مش للبلد وابن البلد بدنا نضل نكل ضربات كل عشر سنين وكل خمسة عشر سنين لازم لهايك يمكن لازم يكون قرارنا مية بالمئة لبناني بكل المجالات ما هي ما هي حلقة صغيرة وبتكبر وقت الغريب بقلب البات هو كضايف بصير هو إله الأفضلية على ولاد البات يعني حتى هي بالتربية بالأهل الكبيات المخبية الكريستال هي للضايف مش لأبن البات في تعم الصحون اللي موجود بكل البيت وتعم الكبيات يمكن واحد يضحك بصير بلشي من هوليك المشكل الأفضلية أن الغريب عطول عنده أفضلية على ابن البات يا خي أنا صاحب البيت ليش هو إله الأفضلية كميل مثل بضحك بس مثل كل البيوت هي عقلية اللبنان أنه الضايف من كرم الضايف من كرم ولا الضايف مش حسابنا مش يجي هو يفتح البرات ساعة البدو مئة بالمئة ودي عساب يقول كل ما يتدمر بيرجع يتعمر ومفروض يضل يتدمر يعني مفروض رح يضل يتدمر طالما نحنا هيدا الوحدة الوطنية عم ندحك حالنا فيها يا صادقين فيها يعني اليوم نحنا اللي عم بصير صادقين بالوحدة الوطنية نحنا شعب أثبتنا أنه منحب بعض ومنتخطي الخلافات والنكد السياسي والأمور الطائفية والتعصب قدرين نتخطيهم بس ليش بدنا أزمة كبيرة لنتخطيهم ليش ما نتخطيهم بالسلم ما هيدا شغال اللي بتبني وهيدا اللي عم بيجربوا يبنوها لأنه هيدا الوحدة الوطنية بتهدد كل دول العالم كل ما دق الكوز بتجرب بكل الدنيا بتخرب أنت تخيل اللبناني ما عم بيتخانق مع حاله مع بعضه مع الناس تخيل تعالي شو بيصير بالعالم ما حدا بيشتغل ما حدا بيشتغل حلو حلو الاختلاف كمير اختلاف بس الخلاف بس عحساب شو الاختلاف الاختلاف أكيد ما هي لزة لبنان باختلافاته ما قال البابا أنه لبنان هو مش وطن هو رسالة رسالة شو يعني يعني رسالة هالناس اللي مختلفة عن بعض قادرة تعيش مع بعض ها هي رسالة شو يعني رسالة رسالة حب يعني رسالة حب ومحبة بفتكر أنا عم بصير أخدنا الحديث لموضوع لمحل تاني بس أنا تكمل على اللي عم تقوله كميل متى بفتكر أنا ما بدي عمم وما بدي إجمول وما بدي أقول الكل بفرد سلي بس بفتكر أوقات فيه ناس من المعنيين أو المسؤولين أو المسلمين السلطة أو بعض اللي عم يحكموا أو نصهم أو اللي بدك فرق تصد يعني تيفرقونا تضلوا هني بالسلطة لازم نحن نضال مفرقين صحيح هذا الكلام صحيح هم يشتغلوا عليه وما يدفع عليه مصاري والإعلام مشارك بهذا الشي بس نحن كمواطنين ما وصلنا نتعلم من تجارب جدودنا وأهلنا أنه فرق تصد طب اليوم ليش ما في حرب أهلية هي في خلافة هالكلة حرب الآخرين على أرض هي هي فتكر الأصدر لا هي مش يمكن حرب الآخرين بس اليوم بقصة تخزية للتفرقة اليوم ليش ما النصيرا اليوم أسهل شي تعمل حرب أهلية أسهل شي ما بدأ دعم يعني مشكل على الطريق بكفة بس ليه ما في حرب أهلية لأنه في وعي لأنه الناس داقت الحرب الأهلية وما بدأ ترجع لها اللي عاشت الحرب هذا الوعي لازم نستثمر عليه مش بوقت السلم نرجع نتحب ناحر في جيل بعد الحرب بعد 2006 حتى إذا حكينا عن حرب تموز بعد الحروب الثانية حرب الميت يوم الحرب المدكية في جيل قبل عاش الفترة وفي جيل ما عاشها أي أخي فين أكتر من النتيج الجيل اللي عاشها هو اللي عم بيخلي خفين أولاده يعيشوه يخلي الجيل أنه انتبه ما تعيشها وفي عندك جيل عاشها بعده واقف الزمن عنده بمكان ما بسنة ما فعنده بطولاته وهذا مولطة لأبنه فبسهولة أقلية اليوم أتصارت قصة حدثة الطيونة طب هادي ما كانت كملت لحرب أهلية مين اللي وقفها؟ الأحزاب ولا المسؤولين؟ الأهالي وتنزلوا الأهالي الأمهات وراحوا لعن بعض هن نعملوا السلم الأهلي فنحنا كمواطنين عنا سلطة ما يعني ما نقلل بقيمتنا نحنا عنا سلطة وقدرين نغير يعني اليوم المسؤولين هن لحقوا الناس بالوحدة الوطنية هن وقفوا على المستوى تبعهم وقال له كان المشاكل كانت كفت لازم نضل لازم نشد حالنا نشد أمتنا وصوريا لازم نحكي بهذا الشي ونضوع عليه ونضوع على الإشياء الإيجابية مش نضوع طلع واحد سب نعمله نجم انه بيصير النعرات الطائفية لا نضوع هذا الحديث ونقويلا هذا الحديث باتقت بفيت ودليل اللي عم تحكيه انه بكل المناطق اللبنانية بكل مكان وزمان من بعد اللي صار حرب أيلول اللي سموها هالتسبيل أطلقوا عليها وهالشي اللي عم يسير بلبنان وهالوجع اللي عم نعيشه وهالاعتداء اللي عم نعيشه وين أي لبناني بأي منطقة كان عم بيصير فيه جيرانه وحده بالحي عم يدقوا لا عم يتعطوا معه وفيه مبادرات فردية فيه ناس فتحت بيوتها كمير وانا هارم بندوع فيه ناس قدمت بيوتها يعني فيه ناس مسافرة فتحت بيوتها وفيه ناس قاعدة بالبيت بالرغم من الخوف البيت فيه أربع أشخاص صار فيه عشرين شخص يعني هاي دي شغل ما حدا توقع ولا العدو توقع انه رغم الخلق يعني حتى بالمناطق المختلفة سياسيا ودينيا وطائفيا استقبلوا عالم وعم بيرجدوا تيساعدوا شي عم بينزل على المطبخ عم بيساعد شي عم بيأمن بعلاقته الشخصية مساعدات فهي دي النخوة هاي دي هي اللي بتخلي اللي بتخلي لبنان يستمر لهيك رائبة الممثلين تحركت تحركها أنا لفتني على صاعدين الممثلين واللي هني كمان جزء كبير من هالوطن والمتركين واللي أصلا ما كانوا عم يشتغلوا كمان جرفون الجارف بالإضافة للنازحين يعني الناس اللي من هم ممثلين فأنتو كنقابي وأنت أنا بعرف اديش أنت شخصيا وبدي أعطيك حقك بهالموضوع اديش أكت ناشط على الأرض حتى وقت دقيت لك سألت لك يا ساعة وبيدي روح نهاري وأنا بدي كون هون أو بدي كون هون وكل هالتفاصيل فأديش حلو هاللي عم تعملوا وليش قررتوا تعملوا كاميل متا ما قررنا هاي دي واقع صار واجب وطن مش واجب مش واجب حتى يعني اليوم نحنا كنقابي يعني طبعا مسؤولين عن القطاع التمثيل عن الممثل وكنا بأول يعني هي الشغلة صارت بسرعة يعني أول شي كان فيه أصف عجنوب وعم يبلش فيه هيك شوية نزوح يعني مش هادا وكنا عم نفكر يعني نقابل نقابل نفكر إنه ما في مصاري ومن هل بنا نجيب وشو بنا نعمل والممثلين أصلا قاديبا لنساعد وفجأة صار في عندك هادا النزوح بنهار واحد مليون شخص تقريبا أو مدري قداش من جنوب وقعدوا بس عالطريق 18 ساعة لوصلوا على بيروت وفي ناس شفتوا أنا ما بيعرفوا وين بيروت مش عالفين وين صاروا ضايعين يعني مرحيتهم نزلين على بيروت ومن بعدها دغرب كام يوم هبطت الضاحية في ممثلين اللي عنده بيت بجنوب سألنا يا بدك شي لأ جاي قاعد ببيته بالضاحية بعد تاني يوم هادا الشخص فقت كل شي فقت كل شي يعني ما بقي عنده إلا تيابه سيارته ممتلكاته بنائي بناي كلها تدمرت شو برنا نقض نصف فصار في حالة طارقة ونحن مكبلين يعني مربطين ما في هالسيول تقدر تأمن والدولة بعد ملنا موجودة والجمعيات بعدها كمان ما عم تلحق فمن خلال علاقات الشخصية طرحت أنا هيك على جروب انه النقابة بحاجة لمساعدة شو بحاجة يعني لفرشات وحسس غذائية لك وانصرنا يعني بس انه هادا صارت شغلة اضطرارية تعالقليل إذا نايم عن الناس ينام بكرامته يعني لانه الممثلين مرحوا على مراكز وكل واحد راح عن صديق ماء أو قريب أو عنده بيت صديق بمطرح فهيك يعني فهذا الهروب اللي باللا وعي كل واحد ديشر بمطرح يعني فدغري أنا مثلا تحية لغنى غندور وتجوعون لبوني دغري قالتلي أنا بساعد زلتلي عندها أمنتلي فرشات غنى غندور كناشطة كناشطة ايه وأنا يعني أصدقاء أنا وياها هي هلا كمان ناشطة صح بس أنا ما كنت عارف هالقدة عم تشتغلها على الأرض فجأت بسألتلي أنا بساعد وحكيت معا قالتلي تعالى شو بدك أنا في عطي كذا 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 من بعدها دغري داليا داغر وصوح بيرو عندك كميات بك تأمنهم كمان داليا بدأ نحييها كمان عم سمي الأسامة إجباري أشكرهم لأنه هولي أول ناس لبوا النداء بحال الطوارئ يعني بس بقصد لأنه رايح الحصة كانت لمطرح شالولي منا وعطيوا لنا آبي ليش؟ قديش بيحبوا الممثل قالوا لي اتنيناتهم ممنوع الممثل يتبهدل قديش حلو هالكلمة كتير فأنا وجبتي اني حيييهم وقلهم شكرا على الهوا فعندك في غينة غندور وجوعون جاوزة وصوح بيروت داليا داغر وطبعا الوزير مرتضى رفق هالأمور بالانتصالات وساعدنا كمان من خلال هيئة العام للإغاثة عملك لازم نحييهم لأنه هولي سوري عم بحكيك همني بظرف ثلاث أيام ثلاث أيام صارت هذا الشيء درنا نلبي سبعين شخص بحال الطوارئ سبعين ممثل سبعين ممثل وين صاروا كلهم هلأ؟ بعضهم محلهم ببيوتهم بس درنا نلبي هالأمور كتغذية كدوى وكالفرشات من بيوت اللي نصحوا عليها صح؟ بكل بيت فيه عشرين تلاتين شخص أنا قابل فتحتوها لهذا الشيء ولا ما تستوعب لحدا يقعد فيها؟ لا ما تستوعب يعني أنجأ مستوعب الفرشات والحصص الهزائية هي صغيرة يمكن المكتب صغيرة ايه صح عم قل لك لازم نسكرهم للأشخاص تحديد الأشخاص لأن المبادرات الفردية اللي عم بتفيد وعم تنفع كثيرة وملفتة مقابل مبارح قلتها ما بدي أرجع كرر الحديث نفسه وقتا فورة الانجي اوز بحرب أو بإفجار أربع قاب كيف فورة معرفنا مين وكيف وعطيت صورة وصورة مش مشاجعة ومش عم نعمم كمان صحيح في بعض الانجي اوز نشتغلوا شغلهم الفعلي وفي الأغلبية للأسف معرفنا كيف فرخوا مثل ما قلت لي نادين ويلسون الجامي مشن هيك تحية للناس الصادقة اللي اشتغلت وبيحاجة هالجامعيات لدعم وانا يعني على الهوى بقول انو تبرعوا لهيك جامعيات لانو شففين وعم بيشتغلوا ببلاش وعندو الناس متطوعة مثلا غينة غندور اخدت بناية واجاها فند عم بترمم البناية طبعا من الازم من الاصحابة لا تسكن فيها لاجئين لايك مان لمبادرة كف وين اخدتها ومين عمت فيها؟ ماني عارف عمتقعد فيها الناس حين يعني بس هلأ بعض عمتطرش بتدها عمتقعدهم بطريقة لائقة يعني الفرشات والمخدات والحرامات فرشات والخدات والحرامات قلت له بدي اخد منه العباية قد ما مرتبين خلت له كيف مكان اخدت بناية صلاحة ناسية اوكي فتحت بناية من ازن من اصحاب البناية مش حسابها اجيها مساعدات بمصاري وبهال مساعدات المصاري اخدتها بأجل ببدل 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 أجل وعم بترممها عم تطرش الشقق والحمامات كلها عم بتغيرها الصحية يعني حمامات نظيفة مش انه يلا عدو كيف مكان عم بترتبها يعني واحد بيستحلى يقعد فيها وبطبعا من ازن من اصحاب البناية تتقعد فيها ناس خين لانه كمان كمين ما فينا نغد النظر انه فيه هلع فيه خوف بس ما بدنا نذكر نذكر اكيد لانه عم بصير فيه خلع هلع عم بصير فيه بلبلة تنرمى قصص وخبرية هون بيش دور الدولة هون بيش دور الدولة اذا فيه ناس من بعض اصوات شازة من كل الاماكن الدولة هي بتسكتها طيب انا بالعادي ما بناخد اتصالات يعني بنكون عم نحكي لانه بدنا نوصل كل اللي عم نقوله بس رح اعطي ارقام صوت البدان اذا اي حدا بيحب يقدم اي ضعب للنقابة او للفنانين مش للنقابة للممثلين اللي وضعون يمكن شوية بهالظروف اصعب من غيره 0132535 766113 أو 05 واتصاب 766111 عابلوا يحكي معنا او يتوصل معنا او يقلنا وجع ممثل او وجع حيال له شيء او عابلوا يقدم شيء نحنا نطرين يكون على الهوة تشاركونا بهذا الحب ضيف نحنا كمان بحاجة لمساعدات مالية لشو بحاجة؟ كيس الرز والبكات الماكرونة بيضل واحد فيه امنا يعني منى هالقدة يعني هي المساعدة الغذائية هي انه مثل واحد قاعد بالبيت يعني ضايف انه عم بتساعد بهذا الاكل انه يوفر عليه مصروف بس اليوم المساعدة المالية لنا قابة اهم لانه في عنا اشخاص بحاجة لمساعدات مالية ليش؟ تا يعملوا فخصات طبية تا يقدروا تفوت في سنانين كبار بالعمر وعندهم وضع صحي معي انت بتعرف انت بتعرف مابدي انا احكي اليوم عنا اكيد فيه كتير بحاجة يعني اليوم الانسان اللي ما نزح وقاعد ببيته ان كان كبير بالعمر ولا صغير بالعمر وقاعد بلا شغل يعني مش بحاجة يشرش خطه مش بحاجة لعشرين دولار يعبي بنزين يشوف كيف بده يسترزق هذا الشخص بحاجة لمساعدة مالية فمانا مساعدة كبيرة بس اليوم مساعدة هيك بترتب الانفاس متلو يقولو اذا اجا دعم مالي مبلغ ما نحنا قادرين نوضع قسمه على الزملاء وللاسف ايجيني انا شخصيا اتصال او اتنين وحوالتن لكاميل دغري لانه هو اللي عم بتابع خصوصا من الوسط التمثيل بلبنان فدغري حتى عم يتوصلوا معنا وحتى مش اللي بيقلب النقاب اللي كان عم بيمثل منه داخل بالنقابة نحنا حدو وحتى من النقابة التانية كمانا نحنا حدو ما في تمييز بالممثل يعني في اتصال الو الو نعم يا هلا فضل انا مواطن من جنوب مواطن من فرمان نعم بس نحنا بدنا نقلك شغلي بس محترام للكل نعم هلا المساعدات اللي عبتجي اوكي عبتجي مثلا على المدارس على المعاهد نعم بس نحنا هادين ببيوت يعني الحمد لله بلاش يعني كتا خيرا نعطونا بيوت نعم بس نحنا مش شحادين ولا حدا قال هيك انتبه ولا حدا تستعمل هالتعبير ابدا ولم نقبل يستعمل نعم طيب هلا انا عندي بنت فضل حوضات رقم ستة لا قادران جيب لا قادران شيء طيب يا خيي انا مستري اشتغل انا مستري اشتغل ترك لي رقمك تحت الهواء اه براجي اه اليج او حدا خدوا رقمه مباركي من وصله مع حدا بيهتم بقصص الحفادات طيب بس سؤال لم تتواصلوا مع البلدية اللي انتوا قاعدين فيها لانه كل بلدية توبر لي رحنا على البلدية اعلى البلدية اعلى انتوا الناسين هون الليل ما حيجوا يوزعوا لكم هون بقيتوا على مدرس يجيب خبز يقولوا لك لا انت مش عنهم سجل يعني مرح من السرق نعم عمالك تقول بقية منطقة ولا لا فيك حر حرية شخصية طيب ممكن اعطيك رقم تليفون رح ياخدوا معك رقم انا رح امن حدا يتصل فيك يتابع معك اذا في قصة ولاد رح امن حدا يتواصل معك ستة وسبعين اه اوكي قولوا ستة وسبعين اه اوكي قولوا ستة وستين ستة وسبعين انا اسمي محمد وما عندي شي يعني قدامع يمكن والله من برح والله خبز معنا سبع ستة 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 اوكي نعم شكرا لك وان شاء الله حدا يكون عم يسمع كاميل ويطلع فيه ويرد وفعلا فيه ناس اوقات ما عم تصل للمساعدات فيه ناس وشفناهم انت يمكن شفتهم مثلي عم تنكب بالنفايات وهذا شي كتير بيقهر فيه شو اه اكل عم تنكب مثل ما هي علم اكل حتى مش مفتوحة شفناها مكبوبة بالبراميل النفايات مشن هيك التوعية بتضوي على شخص سوء التوزيع سوء التنسيق ما بعرف يعني بالقصص البروزيديور تبع الدولة شوية معقد وكل الناس خايفة انه اللي بده يدعم انه تنسرق الحصة خيئ انت دعم ده فيه تجارب فيه تجارب بس انها مش وقتها يعني مش وقت حسابات وقالية يعني اليوم فيه ناس على الارض فيه ناس بعدها مفترشة الارض بلا خيمة وبلا سقف وبلا شي مش وقت تيجي تعمل لقالية بدك تساعد يا نزل شخصيا ساعد يا ساعد لقالية اللي قادرة تساعد لانه فيه عندنا ازم كبيرة القطاع الخاص عم يتدخل مبادرات الفردية عم تتدخل وبده حاجة للدولة هي تنظم الأمور بس عندما تيجي الدولة تعرق الأمور خليها بقى مش موجودة أفضل 100% ده اهمية توقف النقابة بهالظرف حد الناس حد الناس حين العاديين عم توقف وحد الممثلين نحن مش حد نكذب مش حد الناس العادية يعني اللي مطارين كأولوية لانه ما فيها الامكانية يعني بعد نحنا عنا اشخاص ملب بينهم يعني انا اسبوع الجاي موضوع موعود بحصص غزائي وفرش في عنا ليستة تقريبا بالمئة وسبعين شخص للمئتين شخص فالأولوية كانت لأول أربعين وخمسين شخص اللي هن تعرضوا لحالة طارقة بس من بعد ما نلبي هول بننلبي الناس اللي قاعدة بالبيت كمان بحاجة لمساعدة فهيدي هي يعني عملين داتا ومشين بالأولويات وهيدي الداتا قام دمناها للهيئة العاملة الإغاثية على أمل انه اسبوع الجاي او اللي بعده قال جاي باخرة انه تتم المساعدة هؤل المساعدات اللي عم تجي بكميات مهولة كيف هم بتتابع كيف هم بتتم التنسيق كيف هم بتتم التوزيق كيف هم بتتم التقصيم هم يجي كتير طيران كلنا حتى الجامعيات يعني رينا غندور عم تسأل وداليا داغر وهنا عندنا علاقات اكتر مننا لانه هم جمعيات قديمة وعم بيشتغلوا كمان مع الدولة فكلنا عمنا هدا السؤال انه هالطيارات عم تنزل بس وين عم بتروح بيقولوا عم بتروح على المدارس على الاماكن الكبيرة ما بعتقد بس يمكن الكمية يعني انت بتعرف شو يعني مليون ونص شخص ناس حين كم طيارة بدون يلبون انت بتعرف قديش في عالم قاعدة بالمدارس يمكن طيارة واحدة تكفي مدرسة واحدة صح فما فينا نظلم فتخلينا دائما نضوع على الايجابية خاكون ايجابيين اليوم انت مقرر تكون ايجابي اكتر لانه اكتر من هكسل بيشوا اكتر من هكسل بيشوا انه عم يقطع نهارك مش عم تقول بكرة شو بكتعمل عم تقول كتير خير الله زمطنا هدا اليوم يعني هالقرار والتصرف اللي اعلنته النقابة واللي قامت فيه النقابة واللي وطير فعلها القبة انا شخصيا شكرا لقلك دايما بضطوة انا شخصيا كتير لفتني كتير حبيت هال المبادرة امت فيه اصلا لانه اصلا وضع الفنان بالربنان بالتعتير يعني التعتير فوق تعتير فوق تعتير يعني متل بيقولوا الله وفقنا يعني ما كنا منتوقع انه بيجينا مساعدات وحدا بيلبينا بها السرعة مشان هيك شاكرتهم الاسماء على الهواء لانه هن اول ناس يعني كان خوفهم متل خوفنا فهاد الوقفة هاد الوقفة تقدر وانا نزلت فيديو شاكرتهم يعني وهكي وقالولنا انه انتو اول ناس بيعملوا هيك بيشكروننا بنعطيهم مساعدة بيشكرتلون لا لانه البوقت واحد يلبي بحالة طارقة اجباري انه يشكر وخاصة عم بيشيل حصص من مطرح تاني مش انه جاي حصة لانه قابة الموصلين ما حدا بيدق فيها يعني فالشباب سبقوا الدولة وعلى امل الدولة تكفي لانه هن ما فيهم نلحقها الكل قلت بالفيديو اللي شاركت فيه متابعينك على السوشيال ميديا قلت انه نحنا لا نعيش يومنا نحن ننجو منه فقط كمان هاي جملة من القصص اللي رفتتني وانت اللي قلتها ليش؟ لانه انا كنت قاعد من يومين وقت اصف ونص النبع كنت قاعد بالعزرية عندي مقابلة على صوت الغد على تليفزيون الغد تلزون الغد العراقي يمكن مظبوط الاسم في تلزون الغد عندي مش لي مثلك بالاسباق انا حوالت علي زي كمين وحكيت مع دكتر مش انهيك عم بسألك لأتأكد وقال لي ما بتنفع ما في شيء مغييره انا وقاعد قاعدين يعني وفي ناس حين كتير بالعزرية يعني مبنى العزرية واطفال وولاد قد بها بدك وعجقة اللي بدك إياها وثانية تسمع الصاروخ هادي الهوى طبعه واللبدة والخبطة شو حدنا يعني العزرية وراس النبع حد بعض يعني بها الخبطة في خمسة بنيات راحوا يعني هيك فجأة فأنا قاعد عم بتطلع هيك انه طب اذا اجه هون ما اجه هون شو بدا تفرق شو بدا تفرق شو بدا تفرق وما في رادع يعني شو بيعارفك بيعامل لك هاي الحجة هلا الترند انه حدا موجود او حدا قاطع طب شو بيعارفك انت حدا قاطع من حدك مع حجة العدو وانك تطير بخمسة بنيات يعني فايه انت كل نهار لقلك هو بونس بس المشل انه نحنا متعلمنا هيدا البونس اللي عايشينه من ورق انفجار بيروت كلنا فرقت معنا على ثانية ورجعنا للنكد ما متعلمنا كلنا عيام الحرب كلنا نحنا كانت عم تفهم معنا على الثانية بس اجاك شي بنهار واحد يعني بثلاث ثواني عندك مدينة طارت اللي هي انفجار بيروت كل العلم ضمطي تعالى ثانية متعلمنا من هيدا الشي وعلى امل من هالمرحلة نتعلم اذا متعلمنا انا مدور وفايلين كان لابوترس زميلتك اذا متعلمنا كان لابوترس اقفلت عند اولادة انا بعد مش قادر فلت وكتبت وشي مؤثر جدا ان انا اضطرات فلت اجتمام مع اولادي لانه اعمل لك اذا بعد هذه المرحلة وبعد نرجع للنكد السياسي وهذا ومبنيد ووطن اش بدو ادعمه يعني خلص ادى بعد في امان كميل ادى الامان بالوطن كبير بس كبير هو بس الايمان بانه نحنا نعيش حياة فيهاش حروب كل فترة وفترة ادى عنا ايمان بها الفكرة انه ممكن نقطعنا يا خاية ثلاثين سنة بدون حرب نحنا اللي مضاينين لهلأ ومتمسكين بهذا البلد انا ليش بعد نعايش بهذا البلد لانه ما بعرف عيش بالمكان تاني ما بعرف يعني معود على نمط ونهج هذا البلد برغم من كل السيئات فاذا بدي ضلنا ركز على السلبيات وسلبيات الاخر ما رح فينا نتفق ولوه بعد نبحب هالبلد فعلينا نضوي بالاعلام وكل واحد يضوي شمع بقلبه ويراجح حاله انه لوين وصل وشو قيمت هالحياة اذا انت عايش بوطن موادك تحترمه قفل يعني نحنا كلنا بنحب العالم اللبناني من وقت ما تأسس الاستقلال لها لو ركبوا للبلد غصبا عن العالم وركبوه بخريطة انه ما ينجح يعني فيه ناس ركبوه بيقولولك انه خريطة هاد الخريطة ضل مصفية لمشاكل العالم طب اذا نحنا ما وعينا لهالشي قادرين نلغيها هالمصفية ونغيرها بوحدتنا بيزعجك هذا العالم هذا العالم قديش نحنا خناه قديش نحنا منقول منحبه وقديش بنفس الوقت خناه خناه كرمال شو كرمال اعلام تانية كرمال للعالم الغريب لانه عطول الغريب هو ابدا من ابن البات فاجه الوقت هلا نتطلع بابن البات ونحبه ونعطيه صحون المخباية وننزل الكريستال على هذا وخليه كسرهم لانا بيحقله ايه بيزعجك تزعجك او عندك هاجس او فكرة تغيير هالرسبة هالخريطة رسبة الخريطة تتغير شكله نحن حطينا برقبتنا بأيدينا ببيوتنا تابلويتك يعني هالرسبة قداش متخفين فينا يعني قداش انه نحنا عملناكن ونحنا منلغيكن يعني قداش عندك هاجس انه يتغير تتغير الرسبتة تتغير شكله اللي نحن حافظينه عن ظهر غير تخيل انت مثلا صور بطلت لقلك بلبنان تخيل بدك باسبورده تصير تروح عصور مثلا او تخيل ترابلوس بطل لقلك انه شو بدكون هاك اذا اللبناني بدو هاك خليه يعترف بتصير بس اذا ما بدو هاك ما فينا نرجع كل خمسة عشر سنة هي عبتون فرد على اللبناني اليوم في ناس عم بيدافعوا عن هيد الارض شو بدنا بالملامة هلا وحق عمينه وباشه لو ملو ملو في ناس هلا صمودهم هو من صمود قرامت ها الوطن ومن صمود ها الخريطة اذا هو اللي انكسروا راحة الخريطة اكيد بس كمين في رأي اخر بيقول انا واحد الرأي الاخر بس هلا منه وقت عرب المساندة ما كان وقته مي بالمي مع بقلك ما بدي فوت فيهم هول لان كل العالم ما حق بس نحنا هلا على الارض الواقع في واقع اليوم هالناس اذا خسروا شو رح يصير بينزل الجيش بيسلموا الاحتلال الاسرائيلي اللي بيسلموا الارض عم بيفوتوا بارض بسياسة ارض محروقة بالهم بالزيتون والكارم وهذا عم بيلغوا كل شي عم بيفجروا عم بيفجروا مناطق عم بيكشفوا كل شي كرمال شو هادي كرمال الناس ما ترجع يعني ما في امل لا ترجع ما في امل تزرع حتى عم بيكبولك فوسفورل بعد عشر سنين ما في الارض منه صالحة فاذا ما انه واحد ما انه شايف هذا المخطط ومفكر حاله انه هو معفي وهو هذا العدو بس ضد فئة من اللبنانية كمان بده يعيد النظر لانه هذا المنطق بده يخربنا كلنا متفقين على انه اسرائيل عدو مطلق اكيد طبعيا خليني ارجع نويك لموضوعنا لان برنامجنا مش كتير سياسي بس عم تفوت شوية انت بتوديني لهوني انا ببديك اعدد الفنانين النسحين والمستفدين من الدعم اكثر هم متواجدين ببيوت وعم يطلبوا قصص تاني تحسون بيطلبوها بغصة بزعل انه ما طلبه شي انه ما طلبه شي انه ما طلبه شي نحن نعمل لبه انه ما طلبه شي تحس فيه فيه الفنان ما بيطلب ما بيطلب لو شو ما كان ما حدا طلب شي هنه قالو لنا شكرا بس من الشكرا تعرف انه هو عايز تحسن بكسرة؟ أكيد هلأ بعد ما في وعي على الصدمة بعد ما حدا وعي يعني مثل ما يقول مع واحد مع بيلحق يوعى على صدمته مع بيلحق يحزر على موتاه بعد ما دفنوا موتاهن يعني فيه فنانين خسروا عيالهم رايبينهم أنا شوف فنانين خسروا بيوتهم رايبينهم غير بيوتهم خسروا عيالهم عم بيقلك أنا عائلتي راحت تعال شو هالكلمة عائلتي راحت أنا بي توفى من سنتين وبعد مش هم بعرف اطلع منها يعني وحب يقول لك عائلتي راحت بعضوا عايش تحت الصدمة فبعد ما لحق يحزن ويعمل إحداد ويدفن موتاه شو اللي أكتر شي الفنان مرهف أكتر من الإنسان العادي هاي اللي كلها متفقين عليها والفن ما بيقتصر على تجسيد الأدوار فقط لأنه هو فيه تعاطف فيه تفاعل فيه إنسانية بتفاعل مع الإنسانية أكتر من غيره لأنه عنده هالقدراع يعني عنده وزنة أنه الله عطاه وأنه يكون ممثل يقدر يشتغل على حساس ويلعب فيها هاي الأوضاع ادي بتحز فيه للفنان كونوها الأدة ونحكيها للفنانين الحقيقيين طبعا مش الدخل كونوها الأدة مرهف الأحساس هي الحزة بتكون أنه بيحس حاله خاصة الكبار وخصوة أنه أنا فنان ومشهور بالعالم كيف بدي إيجي أدهون تخطبه بدي عوز هالشغل فيه كسر للخاطر وزيادة قديش هالفنان مضحى لقيمة الوطن وصورة الوطن وهو مثال الوحدة الوطنية لأنه الفنان كل الناس بتحبه وهو بيشغل لكل العالم فقديش بيحس حاله أنه هو بهذه العازة وبيستحي يطلب لأنه بيعتبر حاله ما هي الضربة جاية على كل العالم مش مميزته لو أقوله أو غيره بس مثل عطول أنت الفنان بده لفتي خاصة يعني كميل متى ما برش بدقلك حلو يعني اللي عم ينعمل كتير حلو وكتير واتما قلت بأول حلقة لو كي هالتضامن بيكون بالأيام السلم كمان بالأيام العادية كمان لوين يعني لوين بعد كنا عم بتطلع يعني هلأ أنتو الحرب إلى كذا وقت وما منعرف أنت بتخلاص المتطلبات بعضا يمكن البعض مننا بعضا عم يتأمن يمكن بعد شوية مصير بدها مستشفيات بدها حكمة في فنانين ممثلين عندهم أمراض مزمنة عندهم علاجات مستمرة كمان عم تلحظوا هالتفاصيل ولا بعد ما وصلوا نحظ على اليوم في وزارة الصحة مع الدكتور جوزيف حلو ما عم بيأثر مع الفنان هو عند كمان عضو شرف بين نقابة الممثلين عطينه بطاقة ما عم بيخدم هالنقابة فيه ناس خيرة بتقدر الفن والفنانين بس اليوم النقابة بتعرف ما بتحل محل الدولة هي مرحلة ممكن إذا الله وفقنا قدرنا نلبي بس اليوم إذا بعد بصير عندك تهجير زيادة وتهجرنا نحنا كمان من النقابة شو بك تحكي الأفق العشر بنوا محدود يعني اليوم الهجرة ماننا وقفة بس على مناطق معينة يمكن هيدا تكفي وان ما عم نروح يعني عم نروح محل متحس حلها وقفية بأرض عم بضيق الحلقة سيارة ما بقى فيها تمشي السيارات وقفة بأرضها تقريبا السيارات ما حل موقفين ما أنجق فيك الشوارع وجيك الشتة تمرق فيها حل لأنه صار فيه اقتزاز كبير بأيام الشتة بصير في اقتزاز من دون ما شي كيف هلأ مية بالمية فيه كمان فيه موضوع عبالي أحكي فيه النجوم والنجمات بديك تحركش لا بدي 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 فاجي كل الصور مش بدي حركش بس بدي فاجي الصور كله النجوم والنجمات عرضة لأنتي أدايت كتير كبيرة أخصوصا على السوشال ميديا أنت كعودوا بنقابي كمير مرة كيف تشوف تصرف النجوم وهل هالهجوم عليهم مبرر لازم هجوم من مين يعني من الناس رواء السوشال ميديا هجوم عشو ماثلوا بأموا ليون غنوا بأموا ليون علقت بأموا ليون ما علقوا بأموا ليون هيدا العم بهاجم اللي حكيوا كلمة بأموا ليون اللي ما حكيوا ليش كتير بأموا ليون شو بد بالنجوم هيدا العم بهاجم يوفر وقت وداتا يصرفها على التليفون ويتبرع فيها لشي هيدا اللي فاتح تليفونه عم بيشارش تليفونه ويشيل دولارين ويتبرع فيهم لشي ينزل عشي مطبخ يقدم كيس رز حقه دولار دولارين كيلو الرز شو ما كان حقه يعني ربطة خبز خي يعمل شي لانه انت قداته ما رح تفيد شي بس هي قصة لايك ويروح للقصص فيرل وهي كلها تتعاق هذا العالم الوهمي ما بقله عازي في عالم نحن عايشينه واقع في عبادة جماعية نحن عم نتعرض له في وطن عم تتغير خريطه مش وقت هالقصص نضوه عليها والنجوم اللي عم بيشتغل ما عم بيقصر واللي عم بيشتغل على السكت كمان ما عم بيقصر واللي مش قادر يشتغل ما حدا قلو معه واللي ما بده يشتغل كمان ما حدا قلو معه بس تطلع سرخطن انتو رواد سوشال ميديا اللي قيمين ايامتكن عليهم بس تطلع سرخطن للنجوم ما حدا منكم عم بيقلكم ما حدا منكم عم يعرف شو عم يصير معهم اذا نجم مراح بيته مين عم يوقف حده ما هو بيقلك معه مصاري ومرتاح اذا خسر كل شي وراحوا مصرياته مين عم يطلع فيه اي مين عم نجوة كرم لانه مسجل هالبرنامجة على الامبسيا مسجل دجا اموا عراغب علامة اموا عاليسا اموا عمدري مين بس كلهم هول اسامي غيرهم يعني هول خطروا هالأعبية طب راغب علامة ما عندو ناس فاتح مديرس وراغب علامة ما عندو ناس بالفرقة عندو اهل ناسحين لسه ما عنده ناس يمكن اهل كمان ناسحين ما بدهم ما بده تساعدن يمكن لسه عم بتساعد عالم اكتر من احنا هون نعرف أنا ما بعرف يعني بس يمكن وبعدين اذا ما ساعدت مين قلو ما يعني ليس جايين نحن نربى العالم عم بساعدوا اكيد عم بساعدوا راقش فاتح مديرس والنسحين هلأ يمكن ساعمة معراق بالتوئيد صار في حادثة معينة هيدا ركبة يعني بيصير في نقد يعني ونجوا مصورين لحلقات قبل بوقت يعني يعني يمكن أنا صور أنا وياك هلأ عم بتضحك ويطلع انفجار هلأ أنه بطلع أنا غلط أنا عم بتضحك يعني خلق نطلع من هالسخفات عجاد فعلا مشكل حدا بكافينا اللي فينا التهويل اللي نحن نعيشين فيه بكافينا فيه إن شاء الله نضل هيك لأنه الجاية عم بيقال جايك إن شاء الله لأ بس إن شاء الله نضل هيك كاميل مست بتل ممثل لبناني وعضو نقابة ممثلين المسرح والسينما وتلفزيون لبنان شكرا كتير عكلمة جهودك عبيلك نختم على طريقتك شكرا لألك ومنتمنى من المستمعين إذا حدا بده يتواصل معكم يدعم يا على رقم النقابة فيه على السوشيال ميديا رقم الوش أو يتواصل معي شخصيا وفيه أسماء مقتوبة أنه يتواصلوا معهم على المسنجر يفوتوا على صفحة النقابة صفحة النقابة أو على صفحة أنا مكتوب التفاصيل طبعا هل يتواصلوا معك؟ قولوا بتاسمعهم؟ شو اسمت صفحة؟ نقابة الممثلين فيه لبنان Syndicate of Actors in Lebanon وكاميل متى أكيد اسمه واضح ويتواصلوا معك حتى إذا تواصلوا معك من خلال صوت لبنان كمانا مشكورين ممكن أنت دغري بتجير أنا عم تواصل معك كاميل كاميل دغري بيلبيها في حال ضيعوا بالصفحة في صوت لبنان أهم مركز وصوت لبنان احنا مشاركين عم نشارك على طريقتنا وعم نفتح الهواء لندوع على المساعدات الضرورية كاميل متى شكرا في لها لك أنا بعرف جاي من محل أوقات عم تتعرضوا لأصف يعني فشكرا لحضورك يعطيكم العافية شكرا لك اللي يتبعونا مني أنا أدري داغر وكل فريق العمل أطيب الأمنية إلى اللقاء شكرا 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 شكرا